صباح الخير رح نتحدث الآن عن برنامج سفير لابة هو أطلق من السفارة الفرنسية وباء المعهد الفرنسي في الأردن قديش بيشجع على الابتكار وكيف الشباب ممكن يساهموا بالتنمية بمجتمعاتهم مبسوطين جداً أنه معنى صبية نشمية من السلطة تحديداً وإدرت أن تشارك بيها البرنامج صباح الخير نادية المصري صباح نورب أهلاً صباح الخير نادية بنحب أول إشيء لو سمحت تشرح لنا شوي هيك بشكل عام إش هو هذا البروغرام سفير لاب وكيف أنت شاركت فيه تمام برنامج سفير لاب هو زي ما حكت دانا برنامج من السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسية الهدف من هذا البرنامج أنه يجمع المشاريع بالوطن العربي والشرق الأوسط والجنوب أفريقيا الدول الأفريقية عفوان مشاريع الابتكارية وأول مشاريع اللي فيها بزنس بس إلو علاقة بصبك برضو بمصلحة المجتمع المحلي الهدف أنه نشتغل على هاي المشاريع بفرنسا من واكب المشاريع تبعتنا بفرنسا في مؤسسات بتكون مهتمة بنوع المشاريع اللي احنا نعمل في بلدنا وبيواكبونا لفترة يعني احنا السنهاي رح يواكبونا ثمان شهور يعني من رجعنا من فرنسا بشهر 11 ولغاية شهر 6 2018 حالو حالو طب قبل ما ندخل أكتر بالتفاصيل انتي كيف سمعت أصلا عن البرنامج وشو اللي شجعك انك تشترك فيه قرأت الاعلان على الفيسبوك من موقع فرصة اه واحتميت فيه حسيت انه انا بقدر المشروعي اللي اشتغلنا عليه بالسلط انه بقدر يوصل فرنسا فلما عبيت الابريكيشن بعدها بعتولي انه تم اختيارك مبدئيا ورح يكون في سكايب ميتنج وبعدها بخبروني اذا اه او لا عملت السكايب ميتنج كان موديته نص ساعة مع ناس من المعحد الفرنسي بفرنسا حالو وبعدها تقريبا عشر ايام برضو بعتوليكم برافو برافو عليك طيب مشروعك اللي شاركتي فيه اش هو مشروعي هو مشروع مش خاص فيه مشروعنا احنا بضل بحب احكي عنه هو بيت رواق الأردن للثقافة والفنون هو مساحة ثقافية شبابية آمنة نوجدت بمدينة الصلط الهدف من وجودها انه نرجع نحيي التراث انه نحافظ على الثقافة بمدينتنا نعم يكون فيه هاي المساحة اللي بيادر الشباب الفنانين والموهوبين يعبروا عن حالهم جواتها حالو فنوجدت هاي ثق هاي المساحة حالو احنا احنا اذا بدنا نحكي يعني عن خصوصية مدينة الصلط كتير فيها نادية انتي سكان الصلط أبنية يعني بالمئات الأبنية الأثرية وحتى مواقع فشعرتي بالفعل انه فيه تقصير او فيه غياب لمؤسسة او حاضنة للإبداع والمبدعين الشباب بالسلط تماما هو يعني البيوت الصفرة هي الاشي الوحيد اللي بيميز مدينة الصلط انه كل بيوتها من الحجار الصفر نعم ففكرتي انه هاي البيوت هجرت اهلها ما عادوا يسكنوها فصارت كل هاي البيوت مسكرة الحقيقة اللي احنا اخذنا هذا البيت الراق الأردن فيه يعني مش كتير إلنا جيران لأنه كل بيوت مسكرة ومهجورة نعم فاحنا اخذنا هذا البيت رجعنا احيينا احيينا الروح اللي كانت فيه صار يعني بس تمرو من الشارع بتشوفوا قدي فيه أولاد قدي فيه ناس ومن كل الأعمار يعني احنا منبلش الطفل جد يوعى على حاله عشر سنين هو بيكون موجود عنا برواق حتى الطلاب يحبوا انه أقل من هذه العمر بس مسئولية طبعا فمن عشر سنين وأهليهم برضو بيكونوا موجودين معاهم الفكرة انه مش كتير مركزية عمان مركزية عمان هي اللي بتخلي انه استقطاب كل الانواع بالزبط كل الانواع الثقافة كل الانواع الفن موجودة بعمان ومش بشكل كتير كبير بس موجودة بعمان بس بالمحافظات كل ما بتطلع عن عمان هي بتخف حلو فالفكرة كانت انه بدنا نوجد هذا المكان بعيدا عن مركزية عمان نعم لحتى يكون فيه مجال نادي هلا المشروع اللي سافرت فيه على باريس كان المفروض في انه ان تلتقوا في منظمات ممكن طبيعة عملها وطبيعة اهتمامها تكون من نفس نوع المشروع اللي عم تعملوه فهل فلان التأيتي مع منظمات انتبهت لمشروعك وحست انه ممكن انها تدعمه وهل صار فيه اتفاق بينك بين اي حدا لطبيعة الدعم ما هو طبيعة الدعم اللي كانت لو كان فيه بالضبط هو في البداية كان انه احنا تعرفنا على مشاريع بعض ال 20 شخص اللي كنا موجودين بعدها بيومين اتعرفنا على اشخاص عملوا مشاريع بفرنسا واستفدنا من تجربتهم الشخصية بعدها برضو بيومين اتعرفنا على شركاء كانوا صفارة مرتبة معهم انه بعتت لهم تفاصيل مشاريعنا وهم يهتموا بمشاريعنا وهم يدعونا دعوة شخصية انه نروح لهم على مؤسساتهم نحكي اكتر عن مشاريعنا بتذكر كنا رحنا يومين يعني انا بشكل شخصي يومين كانوا كتير طوال يعني من الصبح للمساء الساعة ستة كنا احنا عم نحكي عن مشاريعنا عم نحاول نلاقي النقاط الاشتراك ما بيننا وبينهم بفرنسا وبالأردن كانت المؤسسة اللي احطنت مشروعنا هو مؤسسة بوندينوف مؤسسة بتشتغل على المشاريع الثقافية وبرضو البزنس وهذا الاشي اللي دعمنا قررنا مع بوندينوف انه مشروعنا ثقافي غير ربحي وما بينفع انه احنا نضل عم ناخد فوند ونشتغل بالفوند وهاكل نهم الفوند تبع السنة الجاي اذا خلص الفوند تبع السنة هاي فقررنا نعمل مشروع بزنس حتى يرجع دخل للجمعية لحتى نكمل بانشطتنا الثقافية فالهدف من وجود مشروع بزنس هو انه يعني على الأقل يصرف على المشروع تماما هذا الهدف الوحيد لفكرة ان يكون في بزنس نعم نعم طب زينا نحكي عن سفرتك لفرنسا بالتقاتي مع كثير اشخاص وهم عشرين شخص اللي اختاروهم من المنطقة فقديش بتحسي مشروعك فيه المعايير المطلوبة والانفتاح على ثقافات تانية ممكن برضو حتى يعطي ثقافة جديدة وبعدة جديدة للي انت حابة يكون موجود بالسلط في شغلة واحدة يعني خلتني كثير افكر بالموضوع انه هدول الاشخاص اغلبهم جايين من دول اللي خاضت مرحلة الربيع العربي شباب عمري وأصغر مني وأكبر مني بسنتين وثلاثة يعني جيال فانه هدول الشباب قدروا بمدينتهم وبمناطقهم ورغم كل شيء تعرضوا لمناطق الوطن العربي بمرحلة الربيع العربي انه هم يعملوا اشيء مع انه انا فخورة كثير بمشروعنا وفخورة بانه قدرت اوصلوا لفرنسا بس خلوا عندي صغيرة انه انا كمان يعني هم ادي تعرضوا لمشاكل قدروا يوصلوا مشاريعهم وقدروا يشتغلوا على مشاريع بمدينتهم تحافظ عليها وتحافظ على تراثهم وحتى تفيد المجتمع المحلي لهم خلت جواتي انه لسه لسه احنا ما عملنا اشيء يعني مش هادا نهاية المشروع انه خلاص وصل المشروع فرنسا وخلصنا احنا لازم نشتغل على اشيء اكتر لانه عنا مقومات تسمح لنا انه نشتغل اشياء اكتر واكتر صح صح بالختام برضو هيك منحب احنا يعني نعمم الفائدة لكل موجود في منطقة السلط بيتواصل معكم وين انتم موجودين اديش برضو فيه تفاعل من المجتمع المحلي هو فيه تفاعل وهذا الاشي اكتر اشي يشجعنا وخلانا لسه موجودين لليوم هاي اول شغلة هاي اول شغلة هم بيقدروا يزورونا ببيت واقل اردن الثقافي والفنون بشارع الخضر مقابل كنيسة الروم نعم فيه كافي ثقافي بيقدروا يعدوا فيه يطلبوا ايش ما بدهم يدرسوا فيه مكتبة وفيه مساحة مفتوحة لكل النشاطات اللي هم ببالهم يمارسوها هذا امتا انفتح امتا انفتح بالالفين وستعاش حالو كل التوفيق لكم ان شاء الله هيك مشروعي كبر اكتر واكتر شكرا احنا مسأل النادي شرفتين رحمة